تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة طاقة المستدامة انطلقت أعمال الملتقى الدولي الثاني لطاقة المستدامة والمعرض المصاحب له في النسخة الافتراضية الأولى لهذه الفعالية السنوية الهمة التي تنظمها هيئة طاقة المستدامة بتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية في مملكة البحرين بحضور أكثر من تسعمائة مشارك من أربعين دولة وذلك اتساقا مع الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على استمرارية المسيرة التنموية وجهود النهوض بقطاع الطاقة المستدامة في المملكة الذي أصبح أحد الركائج الهامة التي تسهم في الدفع بمملكة البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة في السبق التنموي العالمي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وجهود التصدي لتغير المناخي وتفعيل مفاهيم الاستدامة على كافة الأصعدة التنموية والتي من أهمها الصعيد الطاقوي وفي هذا السياق صرح الدكتور ميرزا بأن الدعم اللامحدود من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هو الدافع الأول والمحوري لما حققته مملكة البحرين من إنجازات في مجال الطاقة المستدامة وما قطعته الهيئة من شوط كبير في العمل على الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومبادراتهما بالتفاتة وطنية وتكامل جهود من قبل كافة وزارات المملكة وهيئاتها وبتعاون بين القطاع العام والخاص إيمانا بوحدة الهدف والمصير وضف بأن مملكة البحرين تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة لكي يكون لديها مزيج من الطاقة الأحفورية والطاقة المتجددة كذلك تهدف لتقليل كلفة الكهرباء والماء للمواطنين من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة ترجمة نانسي قنقر